إلى العربية الجديد في إيران إيرانيون يحيون أربعينية الشابة مهساميني على وقع دعوات مكثفة خلال الأيام الأخيرة للتظاهر والإضراب أحيى الشباب الإيراني أربعينية مهساميني وأتوجه الصباح أن أهلي مسقط رأسها في مدينة السقز في محافظة كردستان إلى قبرها فيما انتشرت فيديوهات عن تجمعات احتجاجية في طهران وبعض الجامعات وتظهر فيديوهات منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي تجمعا حاشدا لمواطنين إيرانيين اليوم على قبر الشابة مهساميني بعد أيام من إيقافها والتي توفيت في أحد مراكز شرطة الآداب بعد أيام من احتجازها بالتهمة عدم التقيد بقواعد الحجاب وفجرت وفاتها احتجاجات وردود فعل واسعة في إيران وخارج إيران ولا سيما في الدول الغربية التي اتهمت طهران بقمع المحتجين فرضت عليها عقوبات فيما اتهمت السلطات الإيرانية الولايات المتحدة ودولا أوروبية بتدبير الاحتجاجات والشغب في البلاد مع إعلانها عن اعتقال راعيا أجنبيا وبحسب المقاطع المصورة المتداولة فإن المحتجين عند قبر أميني يطلقون هتفات سياسية الموت للدكتاتور الموت للدكتاتور ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة